وبعد عشرين يوم في بيت عطوى حوالي ساعة عشر صباحا فتحت سهر باب الشقة وخرجت منها وراحت على البوابة بتاعت البيت علشان تمشي قبلتها غدير قدام البوابة واول ما شافتها خبت وش ابنها من سهر واتجنبتها سهر ومشيت ومعبرت هاش واتغازت غدير من سهر وهي مخبية ابنها علشان حجم دماغه ابتدى يكبر ويبان وهي مش عايزة حد يشوفه كده وفي بيت عطوى فقودة ميادة نايمة على السرير وبتكلم حازم بدلال وبتحاول تفتح مع كلام وهي مقامنة ان الزن على الودان امر من السحر وبتحصره علشان ينشغل بها وهو كل تفكيره في سهر وازاي يوصل لها وقال حازم بكد ميادة بصراحة كده انت عجباني وعجبني شخصيتك الجميلة وكمان كلمت مام عنك وفرحت ميادة فرحة كبيرة بجد كلمت مامتك عني طب قلت لها ايه عني قلت لها في بنت داخلة مزاجي وعجباني ومحتاج انك تقول البابا علشان نروح نتقدم رسمك وحست ميادة بصدمة كبيرة معقول امنيتها تحققت وهي هطير من الفرحة وقالت سألتك هي عرفتني منين وردها كان ايه ماما كل اللي يهمها ساعدتي وبس وهي قالتلي طالما مقتنع بها يبقى ربنا يسعدك وبابا مش هيمانع حدد اليوم المناسب واحنا هنيجي معاك وانت مقتنع باختيارك طب امتى المعادة المناسب ليه مقتنع جدا ومتأكد ان ده افضل اختيار في حياتي طب هتيجي امتى انت ومامتك وباباك تطلبوني في اقرب وقت بس طبعا هتبقى خطوبة بس الحد ما استلم وظيفتي في الجامعة تمام حتى يبقى في فترة خطوبة وابتسم حازم على ميادة وتصرعها وهي ما تعرفش ان هي مجرد سلمة يوصل بها لسهر والتاني يوم في بيت يوسف كانت اسماء قعدة هي وخديجة وبيتكلموا بيهزروا مع بعض وقالت اسماء لخديجة تم منينها لبابا وماما الحجة في الريال كويسة وكمان الحج سليمان بس متأثر من بعض عمارة عن البيت وانه مش بيجي غير وقت ما يكونش في البيت علشان يتطمن على الحجة حكمة ويقعد معها شوية ويرجع شقة المنصورة تاني حتى مش بيطلع شقة سهر حتى طلبت منه كم مرة يبات ما كانش بيرضى ولو سهر رجعت البيت هو هيرجع وفي الوقت ده دخلت اشجان وقالت حياتة عمار كانت مع سهر انت حياتك فين انا حياتي مع اولادي هو كل اللي انا عايزة في الدنيا ان اشوفهم مبسوطين ونجحين هو حياتك انت فين من كل ده بست يا بنتي جوازك من عمار ما انه كان سوري بس كان حافظ لك مكانة بين الناس ومكانتك انت انت كنت مرة عمار زايد وعلشان المكانة دي ما كانش حد يقدر يتقدم علشان ياخد المكان ده ويفوز بيك طلعك من عمار فالتحيون الناس اطمعنا عليك انت لسه صغيرة وكمان حلوة ومعك اكتر حاجة ممكن الناس تطمع فيها هي الفلسوس السلطة حتى لو ما كانش بتوعك وبتع ولادك بس تحت ايدك السيطرة عليهم مش فهم كلامك يا ماما قصدك ايه لا فهمه ولا بتتلقم علي بس هجبها لك على بلاطة حسام مش اول واحد يتقدم لك فقابله حسام كذا واحد وعرض انه يجوزك بس انا كنت برفض من بره بره بس لما يوسف قال لي على طلب حسام بصراحة ما شفتوش غير مرتين بس بس دخل قلبي وهو يعتبر في نفس ظروفي غير انه مش جاي على طمع فيك زي اللي سبقوا وبعدين ابنه وولادك بينهم طوافق كبير بالاخص احمد ودمعت عين خديجة وقالت يعني انت عوزانة وافقة لك جواز من حسام طيب علشان احجي بالطمعين اللي بتقدموا لي طيب وهبص في وش الناس ازاي حتى لو كان جوازي من عمار على ورق بس بس الناس ما تعرفش كده وهيقولوا الفجرة جوزت للمرة الثالثة انا مش عايزة غير ولادي وزاي زمان مقبلت بجوازة من عمار وهو ايبل شرط معه وانا هفضل زي منا هفضل مع ولادي بتزايد قالت اسماء انتي غلطانة في تفكرك يا خديجة انتي قدامك فرصة كبيرة يوسف حكالي كتير عن حسام وقديه هو شخصية محترمة ومتفهمة وكمان مش جاي على طمع حسام فرصة ما تضيعهاش من ايديك علشان خايفة ودي في النهاية حياتك انتي يا خديجة انتي محتاجة حد معاك ياخد باله منك ومن العيان حسام عارف انك احتمال كبير ما تخلي فيش وهو موافق وهو عنده ابنه ومش عايز اقتمع ولا ده ده لابنه فقري وانتي لكي قرار وبعد يومين اتفاجئ عمار باتصال هاتفي من البيت من خديجة وقام بخضى بسرعة وقال لها انا جاي حالا واتصل عالدكتور بس اخلي بالك منها وبعد شوية مش عمار مع الدكتور بعد ما كشف على حكمة وقال عمار بلهفة خير يا دكتور ومش خير بصراحة قبل كده كانت حالة الحجة حكمة بسيطة كنا قادرين نسيطر على الوجع بالعلاج لكن واضح ان هي هملت علاجها الفترة اللي فاتت دي ودلوقتي لازم لها تدخل جراحي ده رأيي مبدئيا بس انما الاشعاء والفحوصات هي اللي هتكرر ان كنا محتاجين تدخل سريع ولا ممكن نستنى علشان نزبط الضغط والسكر قبل العملية وحسا عمار بألم كبير وقال تمام اكتب للاشعاءات والفحوصات المطلوبة ومن بكرة هنعملها تمام هكتب لك عليها ومن الافضل اننا نصرع في الفحوصات دي لان واضح جدا تدهور حالة الحجة حكمة وبصراحة ده تدهور مفاجئ ليا عن اخر فحص عملته بس ده اهمال في علاجها او ممكن يكون حالتها النفسية مش كويسة انا بشكر حالتك يا دكتور علي جيتك بالسرعة دي وعاد عمار وهو زعلان وحاسس ان هو السبب في تدهور حالتها بسبب بعضه عن البيت دخل عمار على قوضة والدته لقها نيمة وقعد معها خديجة وعليها وقال عمار متشكر لكم تقدروا تروحوا وتشوفوا مصالحكم وانا هفضل جنبي ماما ويردوا علي بالموافقة وصابوا القوضة وخرجوا وقرب عمار الكرسي من السرير والدته وعاد علي جنبها ومسك ايدها وبسها وقال ماما فتحت حكمة عينيها بتاع ابو قالت عمار روحي انت اللي روحي ليه اهملت في علاجك يا ماما كل وجعك ده بسببي ما كانش لازم اسيبك هنا كان لازم اخذك تعيش معايا كنت شفتك في الرأدة دي لو كنت جيت اجتمعك في شقة المنصورة ما كنتش هترجع لي هنا تاني يا عمار دي در زايد يعني بيتك انت انت اللي هتعمر بولادك من زهر هي اللي كانت هتهتم بي قطعت فيه قوي كتير كنت بفكر اتصل عليها بس بخف ما تردش علي يحقلها من يوم ما دخلت هنا ما شفتش يوم عدي عارفة لو كنت طلبتيها كانت هترد عليك وكانت هتفكرك بموعيد الدواء سهر دي قطية بقلب بس احنا اللي ما كناش فهمينها وبعد يومين في بتاع طوى بعد العيشة ادفقت سهر بزغريد خرقت من قضتها لقت والدتها خرجة من المطبخ وبتقول الزغريد دي فين في البيت وهتقولي عمي تجاوز على السلطنة هويام يبقى ربنا بيحبه ابتسمت نوال وقالت لا هم بيقروا فتحة ميادة هو من الفدائي ده مش من البلد هي تعرفت علي في الجامعة وممتوجة من كم يوم وطلبتها وعمك عبد الحميد سأل عنه وربنا جعل النصيب مش هتطلعي تبركي لها بلاش لا السلطنة ميادة تفتكر انها اختفوا منها تختفي مين بلاش كلامك ده ويلا لبسها لشان نطلع وبعد شوية طلقت سهر هي ونوال على شقة عمها وقابلت مرات عمها وهي بتزغر وقالت مبروك يا مرات عمي ربنا يتمين بخير عقبالك قريب ان شاء الله اللي زيك عزبة ما ينفعش تتخطب تتجوز على طول ادخلي باركي البنت عمك هي والعريس في قضة الديوف اتضايقت نوال من كلام هيام لصهر ودخلت صهر على طول على قضة الديوف وقفت مزهولة وقالت حزم العريس وقف حزم يبص لصهر وهو مبتسم وبدلته صهر ابتسامة بردة وهنتهم وخرجت على طول من غير ما تتكلت دخلت والدة حزم وقالت من البيت اللي خرجت من القضة دي دلوقتي ده صهر بنت عمي دي شكلها حلو قوي وكمان متدينة فعلا صهر متدينة حست ميادة بالغيرة وقالت هو ما تنساش كمان انه صهر متطلقة هو يبعدي كزي يوم في مستشفى المنصورة قدام قوضة العمليات كان واقف عمره معه والده وعمه وعالية وكان الوقت صعب عليه وهو حاسس بالضيع والدته فقوضة العمليات بتصرع الموت والعملية في القلب هو صعبة وقعد يلوم نفسه انه ما كانش لازم يسيب والدته وكان خدها معاه كان ماشي في الممر رايح جاي وعينه على قوضة العمليات وبيبص وراه لقى صهر وقفة مع علي وسألتها صهر عليها عليها مرة عمي لسه في العمليات وقالت صهر وهي بتبص العمار تنته حكمة قوية وهتشوف وهتبقى بخير وابتسم عمار لصهر وهو بيستمد منها القوة والامل والتفاؤل استوب لحد هنا يا ترى ايه اللي هيحصل لحكمة وهل صهر هترجع لعمار ولا ايه اللي هيحصل كل دو اكتر هنعرف الحلقة الجاي استنونا واللي وصل معنا لاخر الحلقة ما ينساش يدعمنا باللايك واللي اشتراك في القناة دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته